يهل شهر رمضان هذا العام بالتزامن مع أزمة اقتصادية عالمية سببها عكاسات وباء كورونا من جهة والهجوم الروسي على أوكرانيا من جهة أخرى ما ألقى بعبء كبير على كاهل الأسر التي فوجئت بارتفاع الأسعار أثناء خروجها للتسوق والاستعداد للشهر الكريم هنا في سوق الشورج الشهير ببغداد لا يختلف المشهد عن باقي أسواق العالم التي تعاني ارتفاعا حادا في أسعار المواد الأساسية تجمع الناس لشراء احتياجاتهم لكن ارتفاع الأسعار أجبرهم على تقليص قائمة مشترياتهم فشفنا الأسعار كل شي بارتفعها يعني ما تقدر تشتري حاجة هواية ولا كمية تشتري على قد المستطاع أزمة يعاني منها التجار أيضا لا سيما الصغار منهم اتسبب ارتفاع أسعار المواد بانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين وبالتالي تقليل مبيعاتهم العسوق متبضعين في شهر رمضان هذا الجار علينا يعني أقل من كل سنة بسبب صعود الأسعار تعرف الأسعار صعود عالمي بسبب حرب الروسية الأوكرانية أثر على بضاعة بالعالم الأكمل موفق بالعراض أزمة اقتصادية حذرت منها الأمم المتحدة وبدأت تظهر بشكل مواضح بعد شهر من الهجوم الروسي على أوكرانيا ترجمتها ارتفاع أسعار الزيوت والقمح وحتى الوقود مواد تعتبر عصب الحياة لدى المواطنين في جميع أنحاء العالم ويتسبب ارتفاعها في أزمة خانقة لا تعرف مآلاتها حتى أن توقف الهجوم على أوكرانيا فاتين يوسف تي آر تي عربي